نفى المركز الإعلامي لمجلس الأزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم انتشار فيروس جديد يصيب الدواجم بالمزارع ويتسبب في نفوقها كما أكد المركز زفيبان له أن لا صحة لانتشار هذا الفيروس مشددا على أنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجم بالمزارع وأشار المركز إلى أن لجان التقصي النشط تكثف حملتها بمختلف محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها أو مسارات الطيور المهاجرة كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية قد تصيب الطيور